أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن البلاد العربية تتمر منذ فترة بأمواج متلاطمة من التحديات الجسام التي هددت أمن واستقرار المجتمعات العربية وفي كلمته أمام المؤتمر الرابع والثلاثين للتحاد البرلماني العربي المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد أوضح جبالي أن المعضلات العربية أظهرت بما لا يدع مجالا للشك الحاجة الماسة لصياغة مقاربة عربية مشتركة لمواجهتها امتثالا لعوامل الوحدة التي تربط النسيج العربي لعلكم تتفقون معي أن بلادنا العربية تمر منذ فترة بأمواج متلاطمة من التحديات الجسام هددت أمن واستقرار مجتمعاتنا حتى كادت أن تودي تماما بأمتنا العربية فما بين تقويد لتماسك وبنية الدول الوطنية ومؤسساتها مرورا بموجات إرهابية شديدة الشراسة بالتزامن مع أزمات اقتصادية واجتماعية مزمنة وتدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لدولنا العربية جاءت هذه المعضلات لتظهر بما لا يدع مجالا للشك الحاجة الماسة لصياغة مقاربة عربية مشتركة لمواجهة تلك التحديات غير النمطية وحفظ الأمن القومي العربي امتثالا لعوامل الوحدة التي تربط نسيجنا العربي برباط متين أحكمته مسيرة التاريخ ووحدة المصير والمستقبل ترجمة نانسي قنقر